نبدأ بالجزء الثاني من الـ Local Anesthesia بشكل عام لما تعطي Local Anesthesia فعليا انت تعطي 2 Drugs دوائين مختلفين اللي هو الـ Anesthetic solution itself بالإضافة إلى الـ Adrenaline وكل واحد من هذي الدوائين له target مختلف له راوت مختلف لذلك لازم تعرف limitation لكل دواء الـ Anesthetic solution targets a nervous system والـ Adrenaline targets adrenergic receptors عادة بالـ Anesthetic solution خاف إذا زاد على المرضى اللي أحجامهم صغيرة أو الأطفال الـ Adrenaline انخاف من المرضى اللي عندهم مشاكل بالقلب لذلك إذا تبي تعرف أكثر عن Toxicity of Anesthesia اقرأ عن Signs and Symptoms المصاحبة له بس اليوم أبي أتعمق أكثر عن الـ Adrenaline أو Epinephrine هذي الـ Adrenaline receptors اللي تمنا لما نعطي Local Anesthesia عندنا الـ Alpha 1 which causes vasoconstriction وهذا شي نبيه لأنه يزيد من مدة البنج بالإضافة أنه يقلل النزيف وعندنا الـ Beta 1 اللي موجودة بالقلب وتسبب increase في الـ Heart rate بالإضافة عندنا Beta 2 وتسبب Phasodilation لما يصير عندك Vasoconstriction يزيد ضغط الدم ولما يصير عندك Phasodilation يقل ضغط الدم لذلك لما تعطي Adrenaline الـ Patient Healthy ما يتغير عنده ضغط الدم لأنه كل ما زاد كل ما صار Phasodilation فهذا يعوض هذا المشكلة دائما تصير مع الـ Beta Blockers والـ Beta Blockers يأخذون المرضى اللي عندهم ضغط في الدم مشكلة الـ Beta Blocker أنه يسكر الـ Beta 1 و Beta 2 عشان ما يرتفع ضغط الدم لكن المشكلة تكون بأنه لو أعطينا Adrenaline راح يصير الـ Adrenaline Pure Vasoconstrictor وما عندنا شيء يعوض وينزل من ضغط الدم لذلك حتى لو كان الضغط من 120 على 80 وعطيتها Adrenaline ممكن يزيد بشكل جنوني وممكن يوصل 200 على 120 أحب أوضح نقطة أنه في نوعية من الـ Beta Blockers عندنا الـ Non Selective هذا بلوكس Beta 1 و Beta 2 اللي بالـ Heart و اللي بالـ Smooth Muscles وعندنا الـ Cardio Selective أو الـ Beta 1 Selective هذا فقط يسوي بلوك للـ Beta Receptors اللي موجودين في القلب لذلك الـ Non Selective Beta Blocker It's absolutely contra-educated أنه نعطيه Adrenaline بس الـ Beta 1 Selective أو Cardio Selective ما عندنا أي مشكلة وحتى لو عطيتها Adrenaline راح يصير عندنا Vasoconstriction و Vasodilation بالنسبة للأدوية الضغط الثانية اللي هي الـ Calcium Channel Blocker أو ACE Inhibitor أو whatever حتى الـ Duretics ما عندنا أي مشكلة مع الـ Adrenaline hablando يجب أن تكون مقبلة لSeria على المدرس كم Demokrat شكرا